أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تتغوذ الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تفسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمان والحبد العصف والريحان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأ فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرب لكم أيها السقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواب من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان زواتا أخنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة سوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئان متكئين على فرش بطائلها من استبرق وجن الجنتين دان متكئين على فرش بطائلها من خاف مقام ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نظاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ولخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حر مقصورة في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان تباركس ربك بالجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان